صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا حواذيت مصرية طبعا زي ما عودناكم احنا منحبك نقدم لكم كل جديد ونقش معكم مواضيع جديدة ومختلفة عشان كده النهاردة حنقش عدة مواضيع ممكن تهم الناس كتير من المواطنين ومنها ملف الصحة ومشروع الازدواج الزراعي وقرون الجمارك الجديد ومعانا النهاردة ضفنا النائب إبراهيم نزير عبد الرحيم عضو مجلس النواب دائرة مركز القوسية محافظة أسيوت عضو لجنة الخطة والموازنة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا فن طبعا بنرحب بحضرتك في حلقتنا النهاردة في برنامجنا حواذيت مصرية وبيشرفنا وجود حضرتك معانا النهاردة شكرا يا فندم احنا بنشكر حواذيتك ونشكر البرنامج وإن شاء الله تكون حلقة موفقة ويعني يستفيد منها أبناء مصر وخاصة أبناء الصعيد أول حاجة أحب أسأل على حضرتك دوركو في الانتخابات إيه ودخلت العالم السياسي إزاي والله بسم الله الرحمن الرحيم احنا من عيلة يعني أو أسرة أولا المحافظة وأسرة الوالد عليه رحمة الله كان يعني في المعترك السياسي من زمان وشغل منصب رئيس الاتحاد الشراكي وقبل منها كان الاتحاد القومي بعد الثورة وفضل رئيس الاتحاد الشراكي وعيده في اللجنة المركزية إلى أن توفاه الله سنة سبعة وستين تلاها بعد كده ليه أخ كبير اسمه أبو العمين عبد النظير وشهرته عيون نظير تولى الموضوع بعد إيه وبدأ يعني يكمل المسيرة ربنا أكرامه ونجح في مجلس النواب لد الدورات ثم توفى إلى رحمة الله سنة تسعة وتسعين تلاها بعد كده أخوي المهندس محمود نظير وكان ليه يعني جوانب شخصية جميلة يعني كان مهندس زراعي ناجح كان تاجر ناجح كان جندي في القوات المسلحة عبر خنة السويس في حرب 73 قد دور العظيم وكمل الرسالة برضو أنا برضو زي ما تقول يا حضرتك شربت هذا الوضع بحكم المعيشة يعني في الأسرة دي قدينا خدمات كتير على قد ما نقدر خدمنا كل من نجأ اللي هنا في أي حتة نقدر نستطيع فيها الخدمة فالكلام ده تأصل عند الناس وبقوة الدفع بقى أنا كنت شغال هنا في شركة النار البحري تجلمنا حضرتك اشتغلت إيه كمان و تجلمنا عن حياتك شوية تدركت في الـ أنا ليه تجاهين كنت تجاه رياضي واتجاه عملي في الحياة هنا أنا أقول لي تجاه رياضي من سنة 69 كده كان عندنا في القصية القصية بلد جميلة جدا ونتمنى أنك تزوريها ربنا يخلي فيها حاجات كتير جميلة يعني فيها عندنا العيلة المقدسة مصر سيد المسيح قعد حوالي 6 شهور و 10 أيام أطول فترة ممكنة تدرجنا في الموضوع بتاع الرياضة ده كانت القصية عندنا بتجيب أندية كبيرة زي النادي الآهلي وناد الزمالك وكانت برضو المراكز اللي حوالينا منفلوت وديروت بصديف والأندية دي ومن خلال النبوغ الرياضي ده أنا دخلت نادي الزمالك أيام الله يرحمك علامة الكرة المصرية والرمز بتاعها للمرحومة عندي اسم محمد حسن حلمي لقبت في نادي الزمالك شوية وبعدين انتقلت إلى نادي إسكو الرياضي نادي عمالي وقدمنا ناخد مركز رابع فيه يعني حققنا بطولات في الرياضة حاجة عظيمة جدا مفخرة لأبناء الصيد يعني ما حبيتش عيش في الواسطة الرياضي يعني ناستريحتش في الواسطة الرياضي يعني ما مشيش مع يعني طموحاتي مع ظروفي أنا الشخصية يعني كأتبار ايه بقى طموحات حضرتك يعني يعني هو طبعا أي واحد يعني يدخل المجال الرياضي يبقى أهدافه أنه يبقى يا مدرب يا إداري أو بيدير حاجة معينة في لعب يعني حقيقة ما حسيتش أن أنا مولع بالمكان يعني أو بالظروف فاتجهت للعمل بالشركة النقل البحري استمرت فيها لغاية مطلعت منها معاش دخلت فيها أخصائي تجاري إلى أن وصلت إلى مستشار فني أول لسيد رئيس مجلس الإدارة والعزو المنتذب من الأستاذ محمد أدري عبدالقادر وتعلمنا منه كتير بحقيقة يعني وطبعا دخلت في السياسة من خلال الشركة برده يعني أنا اشتغلت خدت أربع دورات رئيس للنقابة خدت أربع دورات طول ما أنا موجود عادوا مجلس التحاد المساهمين وعادوا مجلس إدارة فبدأت نعملية السياسية تخش بقى تبكلمنا شوية كده عن المشروعات اللي تمت اللي تهم الموطنين في السعيد والله هو طبعا فيه مشروعات كتيرة يعني احنا بنتمنى طبعا أن الدولة تمد إيديها للسعيد لأن السعيد بيمثل كتلة كبيرة من شعب مصر وبيعتمد عليه في أمور كتيرة يعني في تعييد الدولة في الوقوف جنب ظروفها لابد أن الدولة بردت بصله فيه موضوع إنشاء مصانع إنشاء شركات فتح فرص عمل للشباب الحاجات اللي الناس بتتمنىها يعني بحيث أن احنا نريح الناس وفي نفس الوقت الناس يقود دورهم الوطني مع الدولة طب هل ليك اهتمامات ومشاريعك تبتتم داخل المحافظة ولا لا؟ والله أنا طبعا لا أخفي عليك أن الدولة الظروفها المادية طبعا احنا عايشينها بحكم أن احنا في الخطة والموزنة أنا توجهت السيد محافظ أسوط السابق المهندس ياسر الدسوقي يعني بنذكره كل خير الراجل عمل لنا نفق يربط ما بين غرب البلد وشرقها شرق البلد عيزة بكتيرة وقورة كتيرة والغرب برضو اللي فيه الكتلة السكنية الكبيرة وما بيستغنوش الشرق على الغرب فعملنا نفق نفق تحت السكن الحديد طورنا الشريط أو السكن الحديد الرصيف تحت السكن الحديد الرصيف السكن الحديد عندنا زي ما قلت الحضرت كان قبل كده في العائلة المقدسة بتيجي ناس من أوروبا من أمريكا بتيجي تزور الحمد لله القصية يعني فيك حاجات أسرية كتير ممكن تكون ناس كتير مش عارفاها لا لا عندنا معروفة يعني في الخريطة السياحية الناس اللي كان بتيجي أحيانا كان بتحصل حوادث عن السكن الحديد لأن الرصيف مكانش طويل كان بياخد يدوب عرب 2-3 فطلبنا بأنه يبقى قانوني يتمدد 300 متر زي أي محطة عشان نمنع الحوادث ونحاول ما يحصلش مشاكل هناك مشكورة طبعا هيئة السكن الحديد والسيد وزير النقل والموساط السابق والحالي ساعدونا في أن احنا نعمل المحطة دي ونمدد الرصيف يعني دي مشاريع برضو كانت الناس بتتمنها والحمد لله هي رغم الظروف اللي احنا عشان الاتصادية إلا أنه الدولة ساهمت في أنها تساعد أن هذه المشاكلات تتم منها واجه حضاري منها منع مشاكل ومشاكلات انت عارف الصغير عندنا حيانا بتحصل فيه مدخلات ومشاكلات لما شريط السكن الحديد يقفل العبور يعني من المزلقان بتحصل فيه مشاكل كده كانت أكوا عربيات ومدسكلات ونس رايحة ونس جاية ونس على الرجلية فكان بتحصل مشاكل لما يحصل موضوع النفأ وموضوع المزلقان الجديد اللي بنعمله إن شاء الله مش يحصل أي شيء دي مشاريع كانت الناس بتتمناها طب كلمنا شوية كده عن الإنجازات اللي تمت مع حضرتك يعني وده إذا يعني تم إنجازات فعلا كلمنا عنها والله طبعا أنا قلت الحديد في الوقت إحنا عندنا إنجازين تموا على الأرض الواقع برضو تقدمت السيد وزير الكهرباء كان عندنا برضو النور بيقطع كتير عملت طوابات وألحيت فيها وأصريت عليها وهو الرجل مشكورا حس بإننا فعلا محتاجين الدنب وفقة لمحطة محولات عملاقة محولات كهربائية عملاقة تغزي الشرق والغرب منها مفيش انقطاع للنور منها مفيش بوظن للأجهزة للعائلات كانت بتدايق من إنه بقى يتحري عندها بتلفزيون تلاجة وقد كان بيجيهم مسابتات طيار حاليا دلوقتي الحمد لله الأمور استخرت جيبنا محطة المحولات هي اسمها جي سي إل دي يعتبر محطة النمرة الثلاثة عملاقة جمهورية قوة بتاعتها فدي هتقدم شرق النيل وهتقدم غرب النيل وهتقدم لغاية مصر عائلة مقدسة وغاية الأسار الغربية اللي هي في قرية مير عندنا ده مثلا مشروع من ضمن المشاريع فيه مشروع تاني اللي هو مشروع ازدواج الطريق الزراعي اللي ما بين أسيوت وديروت مارا بالقوصية ومارا بمنفلوت طبعا عندها منفلوت دي بلد وديروت بلد عظيمة جدا ومنفلوت بلد محترمة يعني منها مستفى لوت في المنفلوت أسيوت بلد محافظة تقيلة تقيلة صحيحة ورمونة ميزان في الصعيد لما يحصل أن نحن نهتم بالطرق في كل مكان إلا المنطقة دي المنطقة دي كانت صغيرة خالص تم التوسع فيها بمسابات بسيطة أنا من ساعة ما دخلت المجلس عملت كل الأدوات للبرلمانية المطلوبة عملت مقترح برغبة ومعايا مستند بيه يعني أنا جاب المستند برضه عشان إيه حتى المشاهد يبقى عارف إن الكلام ده موجود منفراغ ده من سنة 2016 للغاية الآن ما تمش هذا الموضوع عملت طلب إحاطة لوزير النقل ووزير التنمية المحلية عملت طلبين إحاطة في لجنة النقل إلى إن بعض الضغوط دي والمجهود ده تم الموافقة في عهد الفريق كامل الوزيري بتكويل اللجنة تنزل تعاين هذا الطريق وتشوف إيه المعاوقات اللي عليه وإيه الطلبات بتاعته في عهد الوزير السابق هشام عرفات قالوا لي إن الطريق ده يتكلف مليار جنيه قادي الكلام اللي هم يبعتون هو ليه مليار جنيه بعد ما ضغطنا وجات اللجنة قاست الطريق بالسنطي طلع إن المبلغ المطلوب 440 مليون جنيه إحنا اللجنة بنطالب بزدواجه وضغطين عشان نزدواجه طبعا بعد اللجان والمشاكل اللي حصلت مع الدولة بعتوا قالوا إن هيدخل للخطة معانا هي المستندات على الهواء يعني باعها يدخل للخطة السنة الجاية في الخطة السمرية القادمة مبلغه كام 400 مليون جنيه 440 بالزبط يعني الكلام اللي كان بيحصل قبل كده كلام كله كان إيه يعني عشان يتطفشه الواحد ما يتكلمش في قصة ده كده لكن أنا بتكلم في حقيقة ليه برضو الحقيقة هذا الطريق بيخدم من حدود ديروت اللي هي متمثة مع المينيا لغاية حدود أسيوك كل يوم حدودتك بيموت على الطريق ده على الأقل حالتين وفاة حوادث يعني فضيعة طالبنا بالكلام ده أنا عملت مستندات عشان أخلي وزارة النائل والموصلات يعني تتأكد أن الكلامي أنا صحيح واللي بيحصل جبت لهم مراحل من خلال الهيئة برضو من اللجنة اللي تكونت دي درست الموضوع وعملت خمس مراحل للتطوير كل مراحلات تتكلف 7-8 مليون جنيه لا 70 مليون جنيه طب كلمنا شوية كده عن قانون الجمالك الجديد أستأذي أن أكمل حاجة بس في قصة الطريق ده أنا وزارة الصحة كمستندات جبت من وزارة الصحة عدد الوفيات اللي بتحصل كل سنة من أول 2017 حتى تاريخه التالي أن الكلام ده فوق ألفين إصابة أو أكتر لأن أنا بقالي بتاع حوالي خمس شهور متوقف لأنه طالما بعتولي قالولي ان الخطة الإسامانية خلاص ودخلنا المشروع للخطة الإسامانية فبدأ بتاع أهدى الناس طبعا بتلح عايز هذا الموضوع وبرضه المواطن اسمحيلي برضه عايز حاجة على أرض الواقع عايز يشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده فعلا حقيقي ولا لا لأن الناس بتشكك طالما ما حصلش هذا الموضوع وما تغادوش خطوات تجيئبية يبوحنا ناس كدبين كنائب مثلا لا المستنداتها هي والدولة قالت أن الرخب ده 440 مليون جنيه ودخل الخطة إسامانية العام القادر طبيعتنا كبشر مستعجلية لكن هي الدولة بتاخد وقتها في أنها ترصد فلوس وتبدأ تاخد الإجراءات بتاعتها لغاية ما يبدأ إنجازا مشروعا لو سألتيني حدودك عن الصحة الصحة عندنا طبعا احنا عندنا في لجنة خطة والموازنة طبعا من المتابعين اللي هي الوزارات وبنراجع موازناتها آخر تلات موازنات تقريبا يعني تم مضاعفة الاعتمادات في الموازنة لوزارة الصحة من يعني 48.9 مليار إلى 105.2 مليار إلى 141 مليار جنيه لوزارة الصحة طبعا الكلام ده نعكس أنا في صورة خدمات صحيح يعني ما حدش ينكر إن الناس بتستفيد وتشوف عندنا مثلا مستشفى في أبوتيج أبوتيج دي جنوب أسيوت مش عندنا في الشمال لكن الدولة أصرت أنها تطورها تطورها كمكان تطورها كتجهيزات المكان هيتكلف 250 مليون التجهيزات هيتكلف 250 مليون هل حضرتك شايف إن المشعوات جابت نتيجة فعلا ونخفضت نسبة الوفيات وبقى فيها علاج كويس متطور وبقى فيه اهتمام يعني بالمرضى وكده هو طبعا لا أخفي عليك طبعا الاهتمام بمرضى من كل المسؤولين في الصحة لا غبار عليه يعني هم طبعا بيقدوا في حدود الإمكانات المتاحة أما قصة بقى المواطن والتعب اللي فيه والأماكن اللي عايز يحجز لها في مستشفيات بتبقى محتاجة دأب وجهد ومعرفة عشان واحد بيكون عنده طفل اللي عايز يحطه في حدانة ما عندناش حدانات إحنا في الجامعة مثلا تكفي فبيروح يروح حدانة خاصة خاصة دي اللي إلا فيها بقد كده ما يقدرش وفيه طبعا في إمكانية بعض المواطنين ما بتبقى صعب عليهم طبعا فإحنا بنأمل إن الكلام ده يتم تدركه يعني هو على قدر المستطاع حياة وزارة التخطيط بتوفر فلوس للحضانات بتوفر فلوس للغسيل الكلوي لكن مش بكفي لا تمنى في الفترات الجاية إنه يحصل خير في القصة دي إن شاء الله يعني برضو بالنسبة لقطاع الصحة إحنا يعني في حصلة حملة فيروس سي في موضوع العلاج بتاع صراطان على مستوى الجمهورية طبعا دي حملة يعني بتوجيم السيد الرئيس عفتاح السيسي إحنا بنشكره طبعا على الهواء بالنسبة لهذا الموضوع عندنا مستشفى القصية إحنا كتبنا فيها دي يعني بتخدم تلات مراكس منفلوت لأن مفلوت تحت الإنشاء برضو لسه ما جهزتش وعندنا مركز ديروت كسفته عالية ومفلوت كسفته عالية مع كسفته القصية فتصور يا حضرتك إحنا في منظومة فيروس سي دي عالجنا حوالي 14 ألف حالة في مستشفى القصية من فيروس سي في 17 ألف مواطن بيتعالجوا على نفقة الدولة في 3000 يوميا بيدخلوا المستشفى يتعالجوا فشوفي حضرتك الضغط الكبير ده في القصية احنا طلبنا تطويرها عادنا برضو من 2015 من بعد ما نجحنا إلى يعني قبل كده بحوالي 7-8 شهور لغات ما استقرت الأمور على أن فعلا الدولة خلاص حطتها على خريطة التطوير ومعايا هنا يعني سبغل المواطنين طالبوا بحاجات معينة من ناحية الصحة وانتوا استجدتلها؟ والله المواطن بسيط مواطننا في مصر يعني طيب بس في حتياجات بتبقى للمواطنين أو حاجات بيطالبوا بيها مثلا ممكن أنه يعني الناس تسمعهم أو كده؟ هو طبيعي أن المواطن أحيانا بيجي مثلا من قرية من القرى اللي هي مترامية الأطراف عايز يدخل مستشفى تحصل حالة عنده بالليل مثلا الساعة 11-12-1 عايز يلاقي الآلة ويلاقي الدكتور ويلاقي المواد اللي يتعالج بيها بحيث يطلع مبسوط احنا على قدر مستطاعا هنا طبعا الأمور يعني مش هقولك 100% لكن الأمور ماشية والناس برضو متقدر بتقدر أنه ده برضو محتاج إمكانيات فيه أمصال الأمصال دي مفترض تبقى موجودة الأمصال بتاعت المسلا لضغط الصعبان أو لده العقرب أو عدد الكلب لما أعظف اللفظ كده تبقى المفروض أنها متوافرة في الحقيقة أنه مش بصفة مستمرة متوافرة بالكلام ده ما بيتوفرهش وزارة الصحة بسرعة يعني مفروض يبقى فيه ستوك في كل مستشفى جاهز لأي ظروف يعني ما يجيش واحد مثلا عنده عدد كلبه وادور له على المصل يقول أصلا لسا المصل اللي قاعده ما جابتهوش أصلا لسا جاء يعني متعاقدين عليه هيجي ماشا عارف مني الكلام ده ما يلزمش المواطن المواطن يحصل حالة على طول يلاقي العلاج بتاح بحضرتك تقدر تكلمنا شوية عن قانون الجماريك الجديد والله قانون الجماريك الجديد لماذا تم تغيير القانون القانون ده حضرتك ده من سنة القانون رقم 66 لسنة 63 ده صدر ومشت به مصر لغاية وقتنا هذا طب التطورات اللي كان بتحصل من ستنات في القرن الماضي يعني حوالي 50 سنة حتى الآن حصل عليها تعديلات تبقى لزروف الحياة وزروف التقدم اللي عاشوا العالم مش هقول مصر ومصر جزء من العالم طب كيف سيؤثر هذا القانون من وجهة نظرك على المستثمر؟ القانون الجديد لسا احنا في دراسته احنا لسا قانون جديد تحت الدراسة في لجنة خطة والوزنة واحنا عندنا بيسموه ايه المطبخ بتاع القوانين لما بيجي عندنا قانون ما بنشوفهش كده على الورق ونقول خلاص عن الموفقين في دراسته بقى وكده تماما احنا طبعا عملنا زي ما تقول يا حضرتك ايه السيد رئيس اللجنة بتروح سيناء إيسا يعني التكوين بتاع اللجنة بتاعتنا المهندسي أسر عمر أستاذ مصطفى سالم المجموعة بتاحت الخطة موازنة متألفة جدا وبنطلب يعني سماع المجتمع كله يعني اللي هم في الغرف التجارية في الصادرات في شكة مصر الطيران المختصين بالنقل البحري الحاجات اللي هي خاصة بموضوع الاستراد وتصديره واحتاجكم دائما بصفة جاء تمة بالجمارك طب ايه أبرز من التأسيلات اللي حضرتك شايفة في القانون الجديد والله هو طبعا لا أخف عليك إنه طبعا فيه أمور استجدت يعني دلوقتي يما بتيجي بتميكني أنت الدولة دخل الموضوع الميكانة دا في الدولة هيبقى فيه دفع إلكتروني هيبقى فيه مش هيبقى فيه وسيط مستخلص مع مواطن مع جهة الماء في الدرع في الجمارك ده هيبقى شباك واحد فيه سرعة في الجراءات السرعة دي بتخدم المستثمر وفي النهاية بتخلي المستثمر يطمئنه أنه لو جه واشتغل مش هيحصل عنده مشاكل طب ومتى سيتمي الانتهاء من منقشة قانون الجمارك؟ والله إحنا بصدد منقشته دلوقتي يعني إحنا بيطول معنا لأن زي ما قلت سهدتك كده هو القانون اللجنة دي تعتبر المطبق بتاع القانون بنستمع لمجتمع المدني وكله بيكتب رغباته أو طلباته هو عايز إيه من المادة دي عايز إيه من الحتة دي عايز إيه في كلمة عايز إيشيه لكلمة كل ده بيجي وبنعرضه وبنقدر في الجلسة يعني بنقشه مع اتنين متخصصين وزارتين بالتحديد اللي وزارة المالية وزارة التقطير بيقوموا حضرين معنا إحنا حاليا في المادة 17 من القانون لسه القانون تحت الدراسة هيخلص إمتى؟ إحنا ممكن نقعد في مادة يوم عشان نقعد جهات نظر مختلفة طب أخيرا حضرتك بتتمنى إيه للصعيد وللقسية والمصر؟ والله ما بدايا طبعا هي أمنا كلنا مصر إحنا عايزين أنا شخصيا يعني بالنسبة لي يعني بحب مصر وعشاقة وعايز مصر تبقى قوية في كل شي شرطة جيش مواطن دولة مبؤسسات دولة قانون زي ما هي ماشية كده بالقانون الناس تشوف آليات وشوف حاجاتها بتخلص الحاجات اللي بيطلبها الشارع تبقى موجودة هتلاقي الشعب المصر ده شعب بيكل الحديد إحنا بالنسبة لنا أنا أتمنى مصر تبقى أحسن دولة في العالم تاريخا وحضارة وإن شاء الله مستقبلا بالنسبة لأسيوت أو بالنسبة لكل محافظات مصر أحب طبعا كل محافظات تستقر وتشوف إيه طلباتها وتتنفذ لها يعني ما صلتش أنا الاهتمام بتاعي كله مثلا على محافظة القاهرة القاهرة دي قبلة العالم مش هقولك قبلتنا كوطنين أو مصري لا قبلة العالم أخذت من الاهتمام ما أخذت الإسكندرية الجيزة المحافظات اللي هي يعني البحر الأحمر الأماكن دي لكن أنا عايز الدولة تبص للمحافظات اللي نائية تبص لها والناس تشوف قولا وعملا أيوة فيه هيئة كوينك أيوة الرئيس هو رئيس هذه الاهة ونحن نشوف بالكلام ده والعلم حضرتك أنا يعني توجهاته بتتنفذ طيب شكرا جزيلا حضرتك خلص وقت حلقتنا النهاردة وتشرفنا جدا بوجود حضرتك معينا وأتمنى عزي المشاهدين تكونوا استفدتوا ونسأل الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأشوفكم عزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا حوادية مصرية الأسبوع القادم إن شاء الله حوادية مصرية مصرية سسمئة مصرية جدا س scoot